سريعا كنت تكلمتكم بارح على الرخصة وقلت لكم انا المدير الفني لنادي فيوتشر في مباراته في الكونفيدرالية لقناقعة في المدرج سألنا هو الراجل ده واخد عقوبة ولا حاجة قالك لا بس معهوش رخصة ايه معهوش رخصة ايه وقلنا ان الكابتن حسام البدري مع وفاق الصيف الجزائري في اول مباراة قالوله فين كان بيلعب مع اتحاد مسكرة فقالوله فين يا سيدي الرخصة ايه بتاعتك فهو عنده رخصة ايه كان وخدها من 10 سنين بس نسيها في مصر قالوله تفضل في المدرجة وقعد في المدرجة ولما تبقى الجبهة لنا هنبقى نزلك تحت في الملعب فالراجل بعت في المصر وبتاعه بعته له في الطيارة الماتش اللي بعده كان موجود في الملعب عندنا هنا قدلنا 6 سنين اتحاد الكورة ما طلبش من اتحاد الافريقي تنظيم دورة تدريبية للمدربين عشان ياخدوا ايه رخصة ايه الحضري عشان ناصح راح الامارات اخدها من الامارات طب السعودية بتشترط ايه انا قلت انبارح ايه احنا عندنا برضو هنا تعيين المدربين شوية كده فيه يعني 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 ممكن جدا واحد عنده اسم اسمه فلان بس محدش بيقوله فين الرخصة التدريبية بتاعته وده في منتهى الغلط لانه في النهاية هذا الرجل المدرب ده بيتولى امر بني ادمين بني ادمين لو ما عندوش هو خبرات من خلال دورات تدريبية متخصصة هيبهدل للعيال دي واللي هيحصل له كذا واللي كذا واللي كذا ده ما فيش اساسا اشتراطات رخصة في تعيين المدربين في مصر ما فيش ما فيش هوريكوا بقى على الشاشة ان الاتحاد السعودي بيعمل ايه مريني يا سيد على الشاشة قدامكم هنروح الاول للجدول بتاع مكتوب فوقهو معايير الرخصة التدريبية للمدربين العاملين في الفريق الاول لدوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي اتنين وعشرين تلاتة وعشرين واحد الصفة التدريبية المدرب اللي منسميه هنا عندنا المدير الفني لازم يبقى معاه رخصة اسمها برو دي اعلى مستوى من الشاهدات اللي هي البرو برو يعني اللي هو مسماني كان اخدها في الاخر من الجزائر ووليد الريكراكي ايضا المدير الفني بتاع المغرب الحالي برو مساعد المدرب لازم يبقى معاه رخصة ايه اتحدى بقى تلاتة ربع المساعدين في مصر معهمش اساس الرخصة مش رخصة ايه يعني وفيه مدربين معهمش رخصة من اساسه مدرب اللياقة شهادة تخصصية في تدريب اللياقة البدنية اربعة مدرب الحراس شهادة تخصصية في تدريب حراس المرمة خامسة محلل الفيديو لان فيه في الجهاز محلل فيديو شهادة تخصصية في التحليل الفني مدير تطوير الشباب رخصة ايه المستشار الفني رخصة ايه وكتب لك تحت ملاحظة الصفتين التدريبيتين لما مدير تطوير الشباب والمستشار الفني هي من متطلبات الحصول على الرخصة الاسيوية للاندية المشاركة في دوري ابطال اسيا ده فيما يتعلق بايه يا سيدي بالدوري الاول طب خد بقى دي جدول اتنين معايير الرخصة التدريبية للمدربين العاملين في الفريق الاول لاندية الدرجة التانية والتالتة والربعة والاندية الخاصة للموسم الرياضي اتين وعشرين تلاتة وعشرين اتحدى 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 واخدوا لفة كده على مدربين القسم التاني والتالت والرابع ده انت هتلاقي مدربين اساسا عندهم محل كوشن الصفة التدريبية المدرب الرخصة ايه مع رخصة ايه اللي هي مش موجودة مع المدير الفاني بتاع في اوتشر ولا مع كل المدربين او اغلب المدربين يعني المدرب ايه رخصة ايه مساعد المدرب رخصة بيه يعني الرخصة سي دي مش موجودة اساسا يعني اللي يتعاملوا بيها خلاص دي اكسباير دي خلاص خلصت خلصت مدرب اللياقة شهادة تخصصية في تدريب اللياقة البدنية مدرب الحراس شهادة تخصصية في تدريب حراس المرمى محل الفيديو شهادة تخصصية في التحلل الفني في التحليل الفني وبعدين يسمح للصفة التدريبية اللي هو المدرب بالعمل بالرخصة التدريبية بيه بشرط ارفاق مشهد خبرة عمل كمدرب لا تقل عن خمس سنوات مع الفريق الاول يعني لو عنده خبرة خمس سنين في الفريق الاول يشتغل تجاوزا بالرخصة به ده في الدرجة التانية والتالتة والرابعة والانديها الخاصة طبعا انا يا جماعة بصوا احنا والله العظيم بنقول هذا الكلام انا عارف بفضل الله مش هتلاقي حد بيقوله في مصر غيرنا بفضل الله مش بنفخر في نفسنا بس انا عارف انا عارف انا بقول ايه هنا بنحاول نلقي طوق بنحاول نولع شمعة بنحاول نقيد كشاف للاتحاد المصري لكرة القدم لازم علشان نرتقي بكرة القدم المصرية وانطورها نقلد الناس اللي افضل مننا تنظيميا واداريا لان النهاردة لما انا اجيب اي واحد كده خش يا ابن درب ده راجل معرفة ده اصل فلان كلمني عليه ده اصل عمل نتيجة حلوة مع النادل فلان وما هوش رخصة يعني غير مؤهل كما بالزبط لو انت جبت واحد فتح بطن واحد يعمل ازاي ده وهو ما هوش دكتور وحصلت لان عنده خبرات ده يعني حتى الفيديو لازم عندك شهادة خاصة بلا محلل اداء نفس الكلام حبيت اقولي الكلمتين دول يا جماعة بس علشان اتحاد الكرة يسمعني ويفكر معانا وتحاول ان انت تطور هذا الامر الفترة القادمة لانه ده دورنا ان احنا ننور وحضراتكم تشوفوا بقى عايزين تعملوا كده مش عايزين وديناكوا ايه اديناكوا نموذج نموذج للدور السعودي لدولة عربية محترمة ما تكلمناش بقى على برشلونة ولا على ريال مدريد ولا على اه 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 ما تكلماش على دول هذا هو الامر